قام حافظ وارا التابعة لإقليم وداء بتنصيب رئيس كانتون ميمي إثنان وذلك وصد حج كبير شهدته صاحة الاستقلال بمدينة أبو قدام بحر الدين عبدالشافي أدود شهد ميدان الاستقلال بمرقز إدارة أبو قدام حفلة تنصيب الشيخ ناير إسحاق أبد الكريم على رأس قبيلة ميمي دي وكان ذلك بحضور محافظ محافظة وارا أحارون جنجون ومسؤول المركز الإداري بمدينة أبو قدام وسلطان دروداي محمد إبراهيم عراضة وكذا الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاص فرع مدينة أبو بشة كما شهد الحفل عدد كبير من السلطات الإدارية والتقليدية ورجال الدين من مختلف المناطق في الإقليم للمشاركة في هذه المناصبة التاريخية حيث تخلل الحفلة العديد من الكلمات التوجيهية والإرشادات منها كلمة لجنة التنظيم ألقاها الأستاذ محمد حامد الحبو تناول فيها السيرة الزاتية للشيخ المسؤول على رأس القبيلة وفي سياق المتصل قدم محافظ وارا هارون جنجون المرسوب الرئاسي الذي تم فيه تعيين الشيخ ناير إسهاق عبد الكريم على رأس قبيلة ميمي دي ومن ثم قام سلطان دروداي بتدويج الإمامة على رأس الشيخ وقد تويج الحفل بكلمة رحيبية ألقاها الأستاذ ضيفال عربي واختتم الحفل بعروض سباق الخيل في نفس الميدان ترجمة نانسي قنقر